كشفت شركة مايكروسوفت نيتها الاستحواذ على شركة اكتيفجين بليزارد الامريكية العملاقة لألعاب الفيديو مقابل 69 مليار دولار لتكون أكبر صفقة في تاريخ مايكروسوفت اكتيفجين بليزارد كانت قد أصدرت ألعاباً واسعة الشعبية منها كاندي كراش وكالوف ديوتي وورد أوف ووركرافت وتوقعت مايكروسوفت في بياناً أن يؤدي هذا الاستحواذ إلى تسريع نموها في مجال ألعاب الفيديو على الإجهزة الجوالة وأجهزة الكمبيوتر الشخصية ووحدات التحكم بالألعاب وعلى المستوى السحابي كما أنها ستوفر الأسس لتقنية الميتافيرس فوفق رئيس الشركة ألعاب الفيديو هي الفئة الأكثر ديناميكية وإثارة للحماسة في مجال الترفيه على مختلف المنصات متوقعاً أن يكون لها دور مهم في تطور منصات الميتافيرس وستكون الصفقة في حال تأكيدها أكبر عملية استحواذ في غطاء ألعاب الفيديو ويعتبرها متابعون خطوة قوية لصالح مايكروسوفت التي تبيع وحدة التحكم إكس بوكس فإكس بوكس قد تهيمن على مشهد ألعاب الفيديو في هذه الحالة بما أنه من المرجح أن توجد ألعاب أكتفيجن بليزارد حصرياً عليها بدلاً من بلايستيشن مما يشكل أزمة لشركة سوني معنا من دبي مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد صبح كله بالخير وأهلا وسهلا فيك معنا اليوم يعني مايكروسوفت بتشتري شركة أكتفيجن بليزارد هي مجموعة من أهم الألعاب والأكثرها انتشاراً اللي كانوا يستخدموها طبعاً لإكس بوكس وأيضاً مستخدمين سوني بس بما أنها اشترتها الآن يعني أو ستستحوذ عليها معنا أنه بتكون بس لمملوكها الألعاب لإكس بوكس فقط طيب إيش الأهمية من الاستحواذ على هذه الشركة صباح الخير عليكم كل حاجة طبعاً الأهمية للإستحواذ على الشركة دي لازم له قصة يعني قصة حكة عن كل عن اللي صار آخر فترة يعني أكتفيجن بليزارد أصلاً آخر فترة كان بتمر بزوبعة قوية لأنه كان عندهم مشاكل كتير أنه الناس كتير اشتاكت عن سوء بيئة العمل وفيه يعني فيه لعبين كتير بطالة لعب وألعاب لبألعاب أكتفيجن بليزارد وكانت فيه مشاكل كتير وكان الناس طلبين أنه السيئو بوبي بوبي أنه ينزل لأنه كانت الأخبار جسائية جداً فاكتشفنا أنه مايكروسوفت بيقول لك لأ إحنا هنستحوذ على الشركة طبعاً ده بالنسبة لمايكروسوفت ده شيء كبير جداً لأن أنت بتكلمي أنه أكتفيجن بليزارد عندها ألعاب من الأقوى الألعاب الموجودة في السود بلوقتي زي كولوف ديوتي وورد ووركرافت زي ما حكينا برضو كاندي كراش على الموبايل فالسحواذ مايكروسوفت معناه أنه هيبع عندها حصرية مش حارفين إذا كاملة أو لا على بعض الألعاب يعني زي كولوف ديوتي مثلاً يعني كولوف ديوتي هي اللعبة المنتظرة من اللاعبين كل السنة فإنه يبع عليها شكل حصري من ناحية مايكروسوفت ده هيميل الكفة شوية لناحية مايكروسوفت لأنه زي ما قلنا كمان أن الجيم باس هيحتوي على ألعاب زي ألعاب كولوف ديوتي وورد ووركرافت لكل اللاعبين عندهم الخاصية الجيم باس واللي هي مش موجودة عن سوني فطبعاً ده شيء كبير جداً يعني لأنه مايكروسوفت أخيراً بقت تسمع لللعابين وتشوفوا الحاجات اللي بتحبهم وبقت تجبها لهم على طول طيب معناها أنه السوني والبلاي ستيشن في ورطة كذا بيكون صح أو لا؟ هو تقريباً آه هما في ورطة إلا إذا يعني أنه كان فيه اتفاق مثلاً أنه لأ لعبة كولوف ديوتي تبقى مشتركة مثلاً بين البلاي ستيشن والإكس بوكس بس مستخدمين الإكس بوكس هيبقى عندهم خاصيات أكتر مثلاً أو هيبقى عندهم إيرلي أكسس مثلاً أو هيبقى عندهم حاجات مخصصة تخليهم مميزين أكتر عن لعبين سوني لأنه يعني في الأول وفي الآخر يعني لو مايكروسوفت قالت بس أنه لعبة كولوف ديوتي مثلاً هتبقى حصرية عندي بس أنا ألعاب سوني هيغضبوا يعني وهتبقى مشكلة فأكيد هيكون في حل وسط بالنسبة للخصوص كولوف ديوتي أنت تبقى مشتركة بين المواسطة هي بتكون موجودة يعني هي استحوذت على الشركة أكيد عشان تبغى الألعاب تكون حصرية لها وهي وتستفيد بشكل أكبر طيب إيش فائدتها هي لما تصير الألعاب مشتركة ما هوس اللي حصل كل آتي مع مايكروسوفتنا ما شاء الله مايكروسوفت السنة دي عم باية تشتريه وستوديو وراء استوديو مايكروسوفت اشتروا استوديو اسمه استوديو باثستا باثستا اللي هو معروف عن لعب مشهور عن الألعاب فولاوت ودوم مايكروسوفت اشترتهم قبل ما فيه لعبة معينة تنزل اسمها داثلوب اللعبة بعد ما مايكروسوفت اشترت الستوديو الستوديو جي وقال إن لأ لعبة داثلوب هتفضل موجودة على البلاي ستيشن هتفضل موجودة على الاكس بوكس بس الألعابنا الجاية اللي بعد كده لأ هيبقى فيه حصريات مختلفة عن المنصتين فهم دايما بيلعبوهم المنطلق إنه لأ إحنا مش عايزين نخسر الجمهور بالعكس إحنا من عايزين نلاقي الطريقة إنه نخلي الجمهور يجلنا من عند سوني لمايكروسوفت فلا أكيد هيبقى فيه اتفاق أو حاجة إنه مثلا تبقى لعبة كولوف ديوتي مش حصرية بشكل كامل تبقى وجودة على البلاي ستيشن كمان بس الخاصيات المهمة هتكون يعني أكتر وجودة على المايكروسوفت منها على البلاي ستيشن طب بالنسبة للمستخدمين هل حيتغير عليهم شيء يعني الشخص الآن عنده مثلا سوني وعنده إكس بوكس ومستمتع بالألعاب وبيدفع قيمة الألعاب هذو الاشتراكات وكله المفروض يعني يلاقي كامل الخدمات هل يتأثر من شراء أو استحواذ شركة على شركة أخرى؟ طبعا لأنه أنت في عندك فائق معين من اللاعبين بس بيلعبوا سنويا كولوف ديوتي أو بس بيلعبوا سنويا فيفا يعني طبعا فدي هتأثر على الجمهور ده يعني هتخلي وسن الجمهور يقولك كل سنة أنا هشتري كولوف ديوتي طب كولوف ديوتي هتتلعب أحسن فين على على الإكس بوكس أو على البلاي ستيشن؟ وقولك لا على الإكس بوكس عشان لو أنت تفعت مثلا خمسة عشر دولار في الشهر تبلغوا عندك ببلاش وكمان موجودة في أول يوم من يعني من إصدارها فأكيد طبعا ده هيخلي الجماهير طبعا تقولك طبعا أنا خلينا يشوف إلا إكس بوكس ده وإنظامه يشتريه جهاز يشوف الألعاب فدي بتبقى يعني هي الطريقة بما أنه دي المعني كويس بس هي طريقة برضه تسوقيك عظيمة يعني لأنه دلوقتي خلاص يعني بأكيد لما تلعب تنزل أعلانات كولوف ديوتي هيقولك حصريا على الإكس بوكس فدي الوحدة خلاص تكفي أنه هي عندك جمهور كتير جدا هينقل من سوني ليه مايكروسوف 10 الموضوع الله يعين الجمهور هذه الشركة استحوذت راحوا لهذا هذه الشركة أخذت يتوجهوا إلى هذا يعني الجمهور طبعا في النهاية يلحق ما يحب وما يريد شكرا جزيلا لك من دبي مسؤول تسويق ومستشار ألعاب الفيديو علي السيد